السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وفاء الشمري أخصائية مكافعة عدوى من إدارة العامة لمكافعة عدوى المنشآة الصحية محاضرتنا بتكون عن إجراءات مكافحة العدوى فيما يخص بإعادة الأغطية والمفارج في المغاصل داخل المنشآة الصحية بداية جميع الأغطية والشراشف قد تكون من أسباب انتقال العدوى نتيجة لتلوثها بعدد كبير من المايكروبات إمكانية انتقال العدوى للمارسين كعدوى ممكتسبة من المشآة الصحية تكون بإحدى الوسيلتين إما مباشرة عن طريق الشراشف والأغطية الملوثة أو تكون نتيجة لعدم التعامل الصحيح أو الجيد مع الأغطية والشراشف يمكن أن يتم الغسيل داخل المنشآة أو يتم التعاقد مع مصدر خارجي الهدف من إصدار دليل تطبيق معايير مكافحة العدوى داخل هذه المغاصل لتقييم بروتوكولات الوقاية من العدوى الخاصة أيضا لضمان سلامة موظفين الرعاية الصحية والمرضى وإجراء التعديلات اللازمة إضافة إلى ذلك تطوير عملية استخدام الكتان والشراشف التي تخلق الواعي بين الموظفين بطريقة التعامل معها واستخدامها موظفين الرعاية موظفين الرعاية من موظفين الرعاية تسهيل الوصول إلى كافة ترجاء المناطق الصحية هنا في الصورة يوضح لنا ببساطة تصميمها يجب أن تقسم المغاصل إلى جزئين وطبعا هنا مشابه لي قسم الـ CSST Clean Zone and Dirty Zone لابد من وجود فاصل بينهما حتى نضمن أحادية الاتجاه أيضا يكون فيها استقبال الأقمشة الملوثة أو الأغضي الملوثة ونتجها من جهة أخرى للغسلات الغسلات لازم تكون double door لابد أيضا من الفصل التام من بين العاملين في المغسلة العامل المغسلة في Dirty Zone أو أيضا في Clean Zone Dirty Zone هنا القسم الملوث أي استقبال الأقمشة الملوثة وغسل العربات ننتقل لبعض التعريف المتعارف والمتعامل عليها في داخل المغاصل ويعاد تكرارها في الغالب Cleaning التنظيف طبعا هي إزالة الأوساخ المرئية والمواد العضوية الملتصقة سواء كانت بالأسطح أو الشراشف نطبق فيها Good Cleaning بإضافة بعض استخدام الديترجنت عندنا كنتاميناتد التلوث كنتاميناتد لاندوري التلوث المغاصل دائما نحرص أنه يكون فيها ما تكون فيها أي أذية أو أي مخاطر مصحوبة في هذه المفارش مما تسبب لنا Little Stick Injury Decontaminated إزالة التلوث تكون عندنا بعض المفارش عليها بقع أو دم كيف يتم التخلص منها وإزالتها Process عملية التنظيف Other Potential Fictitious Material يعني التلوث ما رح يكون فقط عندنا في الدم لكن هناك بعض المصادر الأخرى أيضا Receiving Area بعد استلام المفارش والشراشف والأغضية يتم فيها فصل وفرز الغسيل حسب درجة التلوث بعض المستشفى تكون عندها Color Coded على حسب سياسات المستشفى أيضا من مهام ومسؤوليات ممارسي مكافحة العدوى يترخص في خمس نقاط أساسية لابد من ممارس مكافحة العدوى في المنشأة المراقبة والإشراف على جمع الأغضية والشراشف من وإلى الأقسام لابد أيضا أن أتأكد من كافة اشتراطات مكافحة العدوى داخل أقسام المغاصلة المركزية للحد من انتقال العدوى إذا كانت المغاصلة المركزية داخل المستشفى تكون المسؤولية مباشرة أما إذا كانت خارجية لابد من انفكشن كنترول زيارتها الدور الكبير الذي يكون على مكافحة العدوى يتمثل في إعادة تدوير العاملين وأيضا تدريبهم وتحدث صعوبات وحص الممارسين وتدريبهم دور أساسي للمغاصل جزء لا يتجزأ من المنشآة الصحية ولا بد للانفكشن كنترول ليكون لها دور أساسي فيها هنا توضح المسؤولية الأساسية والالتزامات الخاصة بموظفي المغاصل مسؤوليتهم الأساسية في جمع الغسيل والأغطية والشراشف أيضا مسؤولية الفرز الغسيل واستلامه هي أيضا مسؤوليتهم إعادة الغسيل النظيف للأقسام أيضا مسؤولية موظفي المغاصل المركزية من برنامج مكافحة العدوى في المنشآة للتدريب هو تدريب العاملين في المنشآة تدريبهم أيضا على تطبيق ممارسات مكافحة العدوى الصحيحة نظافة الأيدي Occupational Health Program and Waste Disposal Dealing with Blood and Body Fluid Spells Ideal Applications of Housekeeping Policy التحكم بالتهوية ودرجة الحرارة لابد أن تكون منطقة جافة تحت الضغط السالب درجة الرطوبة في المنطقة من 30 إلى 60 درجة مئوية أيضا درجة حرارة الغرفة لابد أن تكون من 21 درجة مئوية إلى 24 درجة مئوية من الضروري وجود مراوح تهوئة لتنظيف المكان وحمايته من الغبر حتى لا يسمح بدخوله مما يسبب تلب للأغطية والمفارش عندنا في هذا المكان Transit Storage التخزين المؤقت التخزين المؤقت للأغطية والمفارش هي المنطقة التي يتم فيها تخزين الأغطية والمفارش أو الكتان الملوث لفترة قصيرة قبل نقله إلى الغسيل يمكن أيضا أن نأخذ شكل مرفق أو مكان خاص للأغطية الملوثة في كل جناح مستشفى أي أنه يخصصون في كل جناح ورفة خاصة لجمع الأغطية وتكون خاصة للأغطية الملوثة يجب تخزين الكتان المتسخ أو الملوث في حاويات محكمة الغلق جمعها بشكل منتظم والتنظيف يكون يومي أي نقل الأغطية والمفارش الملوثة إلى منطقة الاستلام في المغاصر يكون ذلك على جمعها أكثر من مرة يوميا أن تكون هناك محطة خاصة لغسيل العربات طبعا هذه المحطة تحتاج متطلبات خاصة لمنطقة الغسيل أنها تكون ناعمة ومقاومة للماء وسهلة التنظيف ما تكون سهلة للإنزلاق أيضا أن نتكلم إلى منطقة التجفيف اليدوي للعربات أي غسلها بالمنولي تكون هناك مساحة لحمل العربات النظيفة ونقلها للمناطق بعد الغسيل نقلها للمناطق النظيفة نتطرق الآن إلى دورات الغسيل دورات الغسيل لما تكون دورات غسيل بالماء البارد أو دورات الغسيل بالماء الساخن دورات غسيل الماء الساخن أغسلها بمنظف في الماء بدرجة حرارة 71 درجة مئوية لمدة 25 دقيقة إذا أضفنا كمية مناسبة من مبيض الكلور إلى دورات درجات الحرارة المنخفضة يعني من 49 درجة مئوية إلى 60 درجة مئوية هذه توضح لنا أن الأقمش تكون حساسة للحرارة عادة ما يتم تحقيق إجمال الكلور المتبقي المتاح من 50 إلى 150 بي بي أم جزء في المليون خلال دورة التبيض هنا ينشطني المبيض الكلور عند درجة حرارة الماء 57 درجة مئوية إلى 62 درجة مئوية نوضح لنا هنا كيفية إدارة الغسيل خارج المنشأة الصحية لا يوجد في بعض المرافق الرعاية الصحية خدمات غسيل داخل المرفق الصحي ويتم جمع المنسوجات الملوثة ونقلها لعادة معالجتها في مغسلة خارجية بالتعاقد مع مغسلة خارجية أو في مرفق رعاية الصحية آخر أو غسيل متعاقد عليه يجب أن تكون عملية الجمع والتخزين والنقل المنسوجات الملوثة والنقل الخلف للمنسوجات والمعادة معالجتها والنظيفة إلى مرفق الرعاية الصحية وتوزيعها على الأقسام السريرية تحت إشراف مقسم مكافحة العدوى يجب أن تحتوي مركبات النقل على حاويات محكمة الغلق لا يسمح بخلط المنسوجات النظيفة والقذرة أو المتسقة في دورة نقل واحدة تنظيف وتطهير مركبات النقل بعد كل دورة يتم توثيقها لا بد حتى هذا التنظيف والتطهير لا بد أن يكون موثق يجب على قسم مكافحة العدوى في المنشأة زيارة وتدقيق الغسيل الخارجي مرة واحدة على الأقل كل ثلاث أشهر ويجب أيضا توثيق هذه الزيارات بخطط عمل تصحيحية عند الحاجة إلى هنا وتنتهي محاضرتنا عن تطبيق إجراءات مكافحة العدوى بإعادة الأخض والمفارج في المغاصل داخل المنشأة الصحية راجع منكم الرجوع إلى الدليل فيما يخص ذلك عن طريق زيارة الموقع الرسمي للإدارة العامة لمكافحة عدوى المنشأة الصحية شكرا لكم حسن الاستماع والإنصات